اشتركوا في القناة فقبل أيام قليلة قامت اليوتيوب بعرض رسالة على جميع القنوات وتخبرنا بأن السوديو المبدعي المحتوى سوف يتم تغيير الواجهة هذا على خير سوف يتم تثبيت هذا الإصدار على القنوات أو على قناتك على اليوتيوب بشكل رسمي وهذا ما قامت به فإذا قمت بالدخول إلى قناتك على اليوتيوب سوف تجد هذا الإصدار الجديد سوف نقوم بالدخول إلى قناتنا على اليوتيوب لاحظوا معي إخواني الكرام سوف أتوجه إلى الفيديوهات الخاصة به ولاحظوا معي سوف يتم توجيهني إلى ستوديو اليوتيوب الجديد كما تلاحظون معي إخواني الكرام فهذا الإصدار كما أقولت لكم كانت اليوتيوب قد أصدرت رسالة قامت بتوجيهها إلى جميع القنوات بأن سوف يتم تغيير الستوديو الكلاسيكي إلى ستوديو الجديد كما تلاحظون معي أصبحت الستوديو كما تلاحظون فتم تغيير الاسم من منشئ المحتوى إلى الستوديو كما تلاحظون معي إخواني الكرام وهذا التغيير إخواني الكرام فهو جيد لأصحاب المحتوى الرسمي أو صانعي المحتوى وهو سيء بالنسبة لإخوان الذين يقومون بسرقة الفيديوهات وعمل لها منتاج أو غيرها من الأشياء قبل أن نقوم بشرح التفاصيل الكاملة حول هذا الموضوع إخواني الكرام أدعوكم دائما إلى الاشتراك في قناتنا على اليوتيوب ولا تنسوا تفعيل زر الجرس حتى تتوصلون بكل جديد القناة إخواني الكرام فكما نعلم إخواني الكرام فجوجل أعلنت مؤخرا على الميزة الجديدة لبرنامج اليوتيوب ستوديو من الواضح تماما أن الإسم تم إعادة تسمية ستوديو مشئ المحتوى أو اليوتيوب إلى يوتيوب ستوديو وتقول جوجل بأن ستوديو المبدعي الجديد في اليوتيوب يحتوي على لوحة المعلومات جيدة جدا سوف أعطيكم على سبيل المثال فكما قلت لكم قبل قليل فهي هذه الميزة جيدة جدا لأصحاب المحتوى فبالنسبة لأصحاب المحتوى سوف يجدون إحدى الميزات الرائعة جدا ويحقق طبعا النشر سوف تجدها هنا في هذا المكان سوف أريكم ذلك يا إخواني الكرام من خلال قناتي الأخرى سوف أقوم باستبدال القناة بالقناة الخاصة أو القناة الرسمية الخاصة به وسوف تلاحظون هذا الفرق الكبير كما قلت لكم يا إخواني الكرام كما تلاحظون إخواني الكرام هذا هو الفيديوهات الخاصة به كما تلاحظون هذه القناة الخاصة به سوف توجه إلى الفيديوهات فلاحظوا معي إخواني الكرام فجميع الفيديوهات التابعة لي فكما تلاحظون هذه الفيديوهات التابعة لي وخاصة به كما تلاحظون فأنا هذه الفيديوهات من إنتاجي الخاص فإذا توجهت إلى حقوق طبعا النشر كما قلت لكم إخواني الكرام هذه الميزة التي قلت لكم فهذا الستوديو الجديد فهو جيد لأصحاب مبدعي المحتوى فهو جيد لهم أما الأصحاب الذين يقومون بسرقة الفيديوهات فهذا سيء لهم لماذا يا أخواني الكرام فهذا غير جيد لهم لماذا يا أخواني الكرام لأنه سيف يتم التعرف على الفيديوهات التي تم سرقتها من القنوات وهذه الخاصية سبق من شرحتها في عدة حلقات التي كما قلت لكم فهناك من سوف يجد مشكل في عملية سرقة الفيديوهات وبعد ذلك سوف يتعرض إلى مخالفات أو غيرها من الأشياء سوف أريكم أخواني الكرام فإذا توجهت إلى التحكم سوف تجد هنا الفيديوهات كما تلاحظون هذه الفيديوهات إحصاءات إذا كنت تريد معرفة إحصاءات الخاصة بالقناة الخاصة بك وتعرف المستوى الجمهور ووصول إلى الجمهور تفاعل الجمهور الأرباح أو غيرها إخواني الكرام هنا بالنسبة للتعليقات سوف تجد هنا معظم التعليقات التي تمت كما قلت على القناة الخاصة بك هنا نصوص الفيديوهات المترجمة على سبيل المثال كما تلاحظون إخواني الكرام هذه نصوص الفيديوهات هنا سوف تجد هذا هو الأمر الخطير الذي قلت لكم إخواني الكرام إذا قمنا بالدخول إليه حقوق الطبعة والنشر لاحظوا إخواني الكرام لاحظوا معي إخواني الكرام هؤلاء الأشخاص قاموا بسرقة الفيديوهات التابعة لي كما تلاحظون إخواني الكرام هذا هؤلاء الأشخاص قاموا بسرقة الفيديوهات التابعة لي إذا لاحظتم معي طريقة عمل رابط للقناة كما تلاحظون نسبة إجمال المشاهدة هذا بالنسبة للقناة هنا سوف تجد التاريخ الذي تم تحميل فيه الفيديو هنا سوف تجد القناة كما تلاحظون معي هنا إخواني الكرام هؤلاء الأشخاص قاموا بصرقة الفيديوهات التابعة لي وإذا لاحظتم معيون نسبة المشاهدة كذلك هنا مجموعة من الأشياء التي قلت لكم إخواني الكرام فهنا إذا كنت تريد أن تقوم بإرسال رسالة إلى هذا الشخص لكي يقوم بإزالة طلب إزالة المحتوى إذا كنت تريد على سبيل المثال هنا الرسائل كما تلاحظون فأنا قد قمت بمرسلة بعض الإخوان من أجل هذا المشكل كما تلاحظون هذا الشخص قام بإزالة الفيديو إذا لاحظتم معي هنا هذا لم يقوم بإزالته كذلك هذا الشخص قام بإزالة الفيديو هنا الأرشيف كما قلت لكم هذه الطريقة فهي جيدة بالنسبة لصانع المحتوى فأي شخص قام بسرقة الفيديوهات التابعة لك سوف تظهر لك هنا على الواجهة كما تلاحظون على هذه الواجهة الخاصة بحقوق الطبع والنشر فهذه الخاصية كما قلت غير جيدة أو سارقي المحتوى أو الأشخاص الذين يقومون برفع الفيديوهات غير تابعة لهم كما تلاحظون معي سوف يفتضحون من خلال هذه الخاصية تحقيق الأرباح هنا كذلك ميزات أخرى هناك مجموعة من الإعدادات الأخرى إخواني الكرام الطريقة الآن كيف سوف تقوم كيف تقوم بالعودة إلى الستوديو الكلاسيكي القديم فالعديد مننا سوف يلاحظون هذه الخاصية سوف لن يعجبوا سوف لن يعجبوا وهذا الشكل الجديد لهذا إخواني الكرام سوف أريكم الطريقة لكي تقوم بالعودة إلى الإصدار القديم من خلال النقر هنا على استوديو منشئي المحتوى الكلاسيكي نقوم بالنقر عليه سوف تظهر لك هذه الواجهة إذا كنت تريد أن تقوم كما تلاحظون شكرا لك على استخدام إصدار تجريبي من استوديو منشئي المحتوى يرجو إطلاعنا على الأسباب التي تدفعك للرجوع إلى استوديو منشئي المحتوى الكلاسيكي ضع علامة في كل مربع من الربعات المناسبة سوف نقوم على سبيل المثال على هذا الشكل تقوم بوضع علامة على هذه المربعات كما تلاحظون إخواني الكرام بعد ذلك يمكنك أن تقوم بعملية الإرسال حتى تخبرهم بأن هذا الشكل الجديد ليس جيد كما تلاحظون إخواني الكرام الآن قد قمنا بالعودة إلى القناة الرسمية الخاصة بنا أو إلى الواجهة الكلاسيكية كما قلت إخواني الكرام القديمة كما تلاحظون إخواني الكرام قمنا بالعودة إلى الإصدار القديم من الستوديو المنشئي المحتوى لك أنت تريد أن تقوم بالعودة إلى الإصدار التجريبي يمكنك العودة إليه من خلال هذا الخيار كما تلاحظون إخواني الكرام فمن الأفضل من الأفضل أن تبقى هذه الخاصية أو من الأفضل أن تقوم بترك البروفيل الخاص بالقناة بشكل القديم أفضل من الشكل الجديد إخواني الكرام كما تلاحظون معينا فواجه جميلة جدا إخواني الكرام أتمنى أن تكون هذه الحلقة إخواني الكرام قد نالت إعجابكم لا تنسوا دائما دعمنا بالنقل على زر لايك للفيديو إذا أعجبتكم الحلقة بطبيعة الحال وكذلك لا تنسوا الاشتراك في القناة حتى يصلكم كل جديد شكرا لكم على المتابعة إلى حلقات قديمة بحول الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة